اشتركوا في القناة وقعات التشابه تعالوا حبيبي افكركم باللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقات السابقة اول تناول تناولنا تشابه المضلعات وقلنا فيه شرطين مهمين جدا لتشابه اي مضلعين لهما نفس عدد الاضلع الشرط الاول الزوايا المتناظرة متساوية في القياس طبعا انا عارف ان انتم فاكرين ودلوقتي بتقولوا معايا الشرط التاني الاضلع المتناظرة اطولها ايوة ايوة سمعكم اطولها متناسبة وقلنا كده شرط مهم جدا لازم تحقق الشرطين معا لاثبات تشابه المضلعين وقلنا ان نسبة التشابه هي عبارة عن النسبة بين طولي ضلعين متناظرين وقلنا نسبة التشابه او معامل التشابه واخدنا ثلاث حالات لو نفتكر قلنا اذا كان دائما دائما معامل التشابه اللي هو رمضنا له بالرمز كاف دائما كمية موجبة وقلنا والله لو كانت كاف اكبر من صفر واقل من واحد يعني معنى كده عبارة عن كسر حقيقي يعني البست اقل من المقام استنتجي يا حبيبي يقولي ايوة يبقى المضلع الاول هو تصغير للمضلع التاني او صورة مسغرة للمضلع التاني طيب اذا كانت كاف اكبر من واحد ايوة انا سامع الشطاب يقولولي ايوة يبقى المضلع الاول هو تكبير للمضلع التاني يعني صورة مكبرة للمضلع التاني طيب اذا كانت كاف بتساوي واحد تقولي حالة خاصة في هذه الحالة يكون المضلعين ما لهم متطابقين بعد كده قلنا النسبة بينها محيطي مضلعين متشابهين ايوة بتساوي نسبة التشابه تمام وقلنا النسبة بين مساحتي سطحي مسلسين او مضلعين متشابهين بتساوي افتكر مربع نسبة التشابه بالضبط ودي تفكرنا بايه ان المساحة دائما كمية مربعة طيب بعد كده تخلنا على تشابه المسلسات وقلنا لو عندي مسلسين امتى اقدر اقول عليهم انهما متشابهين قلنا فيه تلات حالات لو اثبتت اي حالة منهم على طول نوصل لتشابه المسلسين اولا باختصار شديد جدا قلنا تساوي زاوية او تساوي زاويتين للحالة الاولى تساوي زاويتين من الاول مع زاويتين من الاخر الحالة التالية تساوي زاوية وتناسب الضلعين اللي بيحتوه هاتين الزاويتين حالة التالتة تناسب الاضلاع المتناظرة واخدنا ملاحظات مهمة جدا قلنا اذا رسم مستقيم يوازي احد اضلاع المسلس فانه ينتج مسلس ايضا ماله يشابه المسلس الاصلي واخدنا برضو ملحوظة مهمة جدا قلنا عندنا مسلس قائم وساقط من رأس القيمة عمود هيحصل ايه هقول لي ايوه ينتج عني مسلسين ينتج عندي مسلسين مالهم متشابهين وكلا هما يشابه المسلس الاصلي يبقى كلا تناولنا بسرعة جزء اللي احنا اخدناه في بداية التشابه وقبل ما اخش على تطبيقات التشابه تعالوا مع بعض نفتكر التمارين على التشابه السؤال الاول بقول لي مضلعان متشابهان النسبة بين محيطة يهمة اربعة الى تسعة فتكون النسبة بين مساحة يهمة ايوه الله انا سامع الشطاب يقولولي اعرفناها طبعا ما نعارف وقصد في قدراتكم كواس جدا يقول لي ايوه النسبة بين المحيطين هي النسبة التشابه بالزبط كده طيب النسبة بين المحيطين مربع نسبة التشابه يعني مين يربع معايا ايوه هالربع يبقى ستاشر على كام اربعة على تسعة الكل تربيع يعني ستاشر على واحد وتمانين والاختيار الاخير وسؤال ممتئ جدا تعالوا مع بعض نشوف السؤال التاني بقولي في الشكل المقابل عندي مسلس الف دال جيم وبه ه ماله يوازي جيم دال المطلوب اوجد النسبة بين مساحة المسلس الف به ه اللي هو المسلس الصغير الى مساحة شبه المنحرف به جيم دال ه به جيم دال ه الشكل الرباعي اللي فيض العم متقابلين متوازين ايوه اللي هو شبه المنحرف يقولي اولا لابد من اثبات التشابه اولا يقولي الله ايوه ما دي النتيجة اللي لسه قلناها من شوية اذا رسم مستقيم به ه يوازي جيم دال استنتج ايه يقولي ايوه استنتج ان المسلس الف به ه اللي هو الصغير ده ماله يشابه المسلس الف جيم دال كلام رائع جدا تعالوا نكتب الكلام ده اقول كلا المسلس المسلس الف به ه ماله يشابه المسلس الف جيم دال طيب وينتج ايه يقولي ايوه اقدر اجيب النسبة بين المساحتين طبعا النسبة بين المساحتين بتساوي ايه يقولي مساحة الاول مساحة المسلس الف به على مساحة المسلس الف جيم دال بتساوي كام على كام يقولي ايوه انا فاكر بتساوي مربع نسبة التشابه كلام رائع جدا يعني بتساوي الف به على الف جيم الكل تربيع او والمعاية به على جيم دال الكل تربيع او الف به على الف دال الكل تربيع طب يا طرح هكتب مين اقول له ايوه انا هكتب كلا به على جيم دال يقولي شمعنا لان الاطوال دي هي اللي معلومة عندي في المسألة يبقى به على جيم دال الكل تربيع يقول لي ايوه اشمعنا اخترت الضرعين دول اقول له ايوه لان دي الاطلاق المعلوم اطولها أنا معلوم عندي بيه بكام بستة سنتي ومعلوم عندي جيمدال بكام بعشرة سنتي يعني ستة على عشرة الكل تربيع ستة على عشرة الكل تربيع اختصر معايا على الاثنين تلاتة على الاثنين خمسة يبقى تلاتة على خمسة الكل تربيع يعني بتساوي تسعة على خمسة وعشرين خد بالك من الكلام أنا جبتني دلوقتي ايه يقول لي أيوة جبت النسبة بين مساحتين المسلسين المتشابهين المسلس الصغير والمسلس الكبير أيوة تعالى نبص على الرسم يقول لي مساحة المسلس الصغير إلى مساحة المسلس الكبير كنسبة 9 إلى 25 مساحة المسلس الصغير إلى مساحة المسلس الأكبر 9 إلى 25 حد يقدر يقول لي الله يعني لو مساحة الصغير بتسعة يبقى مساحة الكبير بكام يقول لي خمسة وعشرين يبقى مساحة شبه المنحرف بكام ايوة انا مستنيك انت ترد علي كلام رائع جدا الشطار قال لي يبقى نسبته بتسوي كام نسبته بتسوي ستاشر يبقى له كده مساحة المسلس قالت به الى مساحة شبه المنحرف بتسوي تسعة الى ستاشر والاختيار رقم تلاتة كلام رائع جدا تعالوا مع بعضي حبيبي نشوف كمان فكرة قلنا الفكرة رقم تلاتة اذا كان طولة ضلعين متناظرين في مضلعين متشابهين بتسوي اتناشر سنتي وستاشر سنتي خد بالك انا بادئ هنا بتضلع الايه بتضلع الاصغر خد بالك كويس طيب وكان مساحة المضلع الاصغر 135 سنتمتر مربع اوجد مساحة المضلع الاكبر يقول لي ايوة طالما هم مضلعين متشابهين ايوة يبقى مساحة الاول على مساحة التاني يعني النسبة بين المساحتين بتسوي ايه يقول لي مربع النسبة بين طوليض العم وتناظرين يعني بتسوي ايه كم على كم ايوة يعني بتسوي اتناشر على ستاشر الكل تربيع حلو الكلام قلنا نلاحظ اللي فوق عبارة عن ايه يقول لي الضلع الاصغر يبقى المضلع هنا ايه مساحة المضلع الاصغر طبعا مساحة المضلع الاصغر وتحت عبارة عن ايه عبارة عن مساحة المضلع الاصغر ايه اللي عرفك اقول له ايوة ما هو النسبة اللي فوق كام الطول اللي فوق كام اتناشر سنتي الطول اللي تحت كام ستاشر سنتي يبقى لا بتكلم من صغير لكبير يبقى هنا برضو البسط عندي المضلع الاصغر وتحت عندي في المقام المضلع الاصغر كلام رائع جدا طبعا نختصر عشان الدنيا تبقى سهلة اختصر كده على الاربعة تلاتة على الاربعة اربعة ربع معايا يبقى تلاتة تربيع يقول لي ايوة تسعة على اربعة تربيع يعني ستاشر بتساوي مساحة المضلع الاصغر معلومة عندك ايوة مية خمسة وتلاتين طيب الاكبر المطلوب ايجاد ميم اتنين يقول لي خلاص كده بقت سهلة عايز ميم اتنين اقول له ايوة يقول لي اضرب معاص يبقى اقول مية خمسة وتلاتين في ستاشر على تسعة هختصر تسعة هنا في الكم في الواحد يتبقى اربعة خمستاشر في ستاشر يديني ميتين واربعين سنتمتر مربع وحصلنا على مساحة المضلع الاكبر يبقى حبايبي اخذ بالي كويس جدا وانا بحط النسبة النسبة بين المساحات مين الصغير ومين الكبير يقول لي ايوة ما انا خلاص عرف هو بديلي الاضلاع كم وكام اقول له اتناشر سنتي وستاشر سنتي انت قلت نسبة التشابه اتناشر على ستاشر يبقى انت بدي بايه يقول لي ايوة الاصغر على الاكبر يبقى اولا بحط القانون بتاعي عارف ان البسط هو مساحة المضلع الاصغر والمقام هو مساحة المضلع الاكبر وافتكر النسبة بين المساحتين بتساوي ايه حبايبي يقول لي ايوة افتكرت بتساوي مربع النسبة بين طوليض العين متناظرين واختصر عشان نساهل الموضوع شوية وكده عوضت بعد كده عن مساحة المضلع الايه الاصغر وحصلنا على مساحة المضلع الاكبر طبعا تمرين مهم جدا وفكرة جميلة جدا تعالوا مع بعض نشوف التمرين اللي بعده بقول لي مسلسان متشابهان النسبة بين المحيطة يهمة ايوة سامق الشطار بيقولولي ايوة يبقى 3 على 2 تمثل نسبة التشابه ومجموع مساحة يهمة 130 سنتمتر مربع اوجد مساحة كل منهما نفرض مساحة الاول ميم واحد ومساحة التاني ميم اتنين يبقى ميم واحد على ميم اتنين بتساوي ايه النسبة بين المساحتين ايوة بتساوي مربع نسبة التشابه خلاص عرفت اللعبة سهلة اللعبة مربع النسبة ايوة طب هو ميديني النسبة بين ضلعين ايوة ميديني النسبة بين محيطين وأن النسبة بالمحطين هي نفسها نسبة التشابه تلاتة على اتنين الكل تربية ملحوظة هنا بقى والشطار هيرد علي وهستناهم لما يقولوا يا ترى مساحة المضلع اللي في البسط ليمين واحد هل هو المضلع الأكبر ولا المسلس الأكبر ولا المسلس الأصغر أنا مستنى أسمعك حلو جدا برافو عليك يا بنتي تمام جدا أنا سامع واحدة شطرة قالتلي أيوة ده اللي فوق المسلس الأكبر أقول لها ليه تقول لي أنت عندك النسبة اللي أنت عاملها تكبير أقول لها تكبير ليه تقول لي البسط أعلى من المقام يعني قيمة كاف ملها قيمة كاف أكبر من واحد هنا الكاف عندنا إيه كاف أكبر من واحد يبقى تكبير يبقى مساحة البسط أكبر من مساحة المقام كلام رائع جدا يعني ميم واحد على ميم اتنين بتساوي ربع معايا تسعة على اربعة رائع جدا لغاية هنا فيه طريقين للحل لغاية هنا فيه طريقين للحل الطريقة الاولى يقول لنا النسبة لا تعبر عن القيمة الفعلية يعني ايه الكلام ده محدش يقول لي مساحة الاول بتساوي تسعة سنتمتر مربع ومحدش يقول لي مساحة التاني بتساوي اربعة سنتمتر مربع افتكر النسبة لا تعبر عن القيمة الفعلية يقول لي ايه اقول كلا ميم واحد بتساوي تسعة في ثابت سميها كاف مثلا وهنا ميم اتنين بتساوي اربعة في ثابت لغاية معرف السابت بكام طب اعرفه منين يبقى لازم اجيب معادلة هتيجي منين للمعادلة اقرأ معايا المسألة قال لي مجبوء المساحة مساحتين ميه وثلاثين ثابتان مرت العدلة وأوبحة نظف وهي を بتبقى المساحتين إقمره который هتيge اتحل اللغز بتاعنا وبقت مسألة رائعة جدا خد بالك من الكلام هقول تالي الجملة مهمة قلتلك النسبة لا تعبر عن القيمة الفعلية اقول نسبة اللي معايا الى اللي معاك كنسبة ثلاثة لاثنين مش معناها ان انا معايا ثلاثة وانت معاك اثنين لا ممكن يكون معايا انا تلاتين وانت عشرين او تلتمية وانت امتين او تلات تلاف وانت الفين يبقى بتكر الجملة كويس جدا النسبة لا تعبر عن القيمة الفعلية يقول لي خلاص هو بديني النسبة كام بين المساحتين تسعة لاربعة يبقى نفرد مساحة الاول بيساوي تسعة وحط رمز جنبها تسعة كاف تسعة ميم ايوة تسعة كاف ومساعة التالي معلومة ايوة اربعة كاف طيب انا عايز اجيب الكاف بقى اصبح عندي مجهول عشان اجيب كيمة المجهول الحبايبي لازم يكون عندي معادلة طيب اجيبها من اين من المعطى قالت مجموع مساحتين المسلسين مية وتلاتين سنتر متر مربع اجمع المساحتين تسعة كاف واربعة كاف تلاتاشر كاف بتساوي مية وتلاتين اقسم على تلاتاشر يبقى الكاب بتساوي عشرة جلت الكاب عشرة ايوة خلصة اللعبة يبقى ميم واحد بكام يقول لي ايوة بقى ميم واحد يعني مساحة المسلس الاول تسعة في عشرة تسعين سنتمتر مربع ومساحة الاصغر بتساوي كام اربعة في عشرة باربعين سنتمتر مربع وهو المطلوب طيب في سكة تانية ايوة في سكة تانية انا عندي نسبة معلومة ميم واحد على ميم اتنين ايوة بتساوي كام يقول لي بتساوي تسعة على اربعة طيب ايه رأيك استخدم خواص التناسب هقولك كده مقدم على مقدم زاء التالي للنسبة الاولى يساوي مقدم على مقدم زاء التالي للنسبة التانية يقول لي ايوة افتكرت خواص التناسب تاني مقدم النسبة الاولى على مقدم او مقدم على مقدم زاء التالي للنسبة الاولى يساوي مقدم تسعة على مقدم زاء التالي للنسبة التانية الله طيب ليه عملت كده اقول له ايوة ما نعرف مجموعة المساحتين مجموعة المساحتين بك عندك في المعطى يقول لي يعرفها بمية وتلاتين سنتيمت مربع يبقى مية وتلاتين سنتيمت مربع بتساوي تسعة على اجمع تسعة على تلاتاشر اه درجين ميم واحد يقول لي سهلة اضرب ما قص يبقى مية وتلاتين في تسعة على تلاتاشر كلام رائع اختصر مية وتلاتين على تلاتاشر عشرة في تسعة تسعين سنتيمت مربع طب مجموعة المساحتين بكام مجموعة المساحتين أيوة 130 سنتيمتر مربع طب مساحة الأكبر بكام ب90 سنتيمتر مربع أقدر أجيب مساحة الأصغر يقول لي أيوة 130 ناقص 90 باربعين سنتيمتر مربع يبقى دي طريقة رقم 2 أتعامل بالأسلوب الأول أو بالأسلوب الثاني والطرقتين صح ولما يقول لك أحل بطرقتين دي طبعا مش منظرة لأ دي بحل بطرقتين عشان أنت دايما دايما يبقى عندك حلول حلول للمشاكل وانا بتعلم وانا طالب وبتعلم وبحل بأكتر من طريقة معنى كده يبقى عندك مرونة وعندك رؤية وتقدر تحل المشكلة بأكتر من طريق عشان لبقى بإذن الله تكبر وتشتغل يبقى عندك أكتر من طريقة لحل أي مشكلة تقابلك في شغلك فده مهم جداً هيبقى ستوب حياتك ستوب حياتك في شغلك وبره شغلك إن شاء الله تعالوا مع بعض نشوف الفكرة رقم خمسة بقول لي في الشكل المقابل أوجد مساحة المسلس ألف سين صاد على مساحة المسلس ألف جيم به ألف سين صاد وألف جيم به بقول لي أولاً أنا سامع حدي بيقول لي النسبة بين المساحتين بتساوي مربع النسبة بين طليض العم وتناظرين أقول له حاسد الكلام ده إمتى يا حبيبي أنا سامع واحد شاطر قال لي لازم يكون المسلسين ملهم الله عليكم متشابهين طبعاً قبل ما تقول لي أن النسبة بين المساحتين بتساوي مربع النسبة بين طليض العم وتناظرين لازم الأول تثبت أن المسلسين ملهم متشابهين طب تعالوا نشوف كلا إحدى حالات التشابه اللي خدناها وندور على هذه الحالة عشان نسبة التشابه المسلسين أنا سامع حدي لعيب وشاطر ولماح وبيقول لي زاوية ألف زاوية مستركة واضح من الكتابة أيوة واضح من الرسم زاوية ألف زاوية مستركة في المسلس ألف سين صاد والمسلس ألف جيم به كلام رائع جداً جبت زاوية إيه اللي فاضل يقول لي حاجة من اتنين يا كمان زاوية أيوة أو تناسوا الضلعين طب تعالوا نجيب الضلعين اللي بيحتوه زاوية ألف اقرأ الضلع يكون فيه ألف يقول لي أيوة ألف سين على المناظر ألف جيم يقول لي جبتها من اين من الكتابة تعالوا نجيب الضلع كمان اللي فيه ألف يقول لي أيوة ألف صاد على المناظر ألف صاد على المناظر مين المناظر ألف به تاني حبيبي تاني حبيبي أنا دلوقتي قلت إيه إحنا جبنا زاوية في الأولى موجودة هي هي في المسلس الثاني يبقى زاوية مستركة زاوية ألف زاوية مستركة يبقى دي أول تيل ما قلناها حلو الكلام زاوية ألف زاوية مستركة أيوة عايز الضلعين اللي بيحتوه زاوية ألف وجيب النسبة بينهم يقول لي أيوة ألف سين على ألف جيم يقول لي جبتها منين جيبها من الكتابة ألف سين تناظر ألف جيم وجيب ألف صاد على ألف به يقول لي جبتها منين برضو هنا إقرأ الضلع أو يكون فيه ألف يبقى ألف صاد على المناظر ألف به تعالي نجيب النسبة الأولى ألف سين بكام ألف سين باربعة على ألف جيم بكام ألف جيم بتمانية اختصر معايا يعني بتساوي نص تعالوا اجيب النسبة التانية ألف صد كام يقول لي خمسة على ألف به كلها يقول لي أربعة وستة يعني عشرة اختصر معايا نص الله حلو الكلام رائع الكلام المسلسان ألف سين صاد وألف جيم به فيه همة فيه همة ايه بقى فيه همة زاوية ألف مالها يقول لي زاوية ألف مستركة زاوية ألف مالها مستركة يعني موجودة هي هي في المسلسان طيب وألف سين على ألف جيم تلقت بكام بنص طيب وألف صاد على ألف به تلقت بكام برضو بنص يبقى ألف سين على ألف جيم بتساوي ألف صاد على ألف به يبقى كلها حققت ايه حققت شرط الايه التشابه استنتج ايه يقول لي ايوه المسلس ألف سين صاد ماله يشابه المسلس ألف جيم به كلام رائع جدا أثبت تشابه مسلسين عن طريق الحالة التانية ليه إيه تزاوي زاوية وتناسب الضلعين اللي بيحتوه هاتين الزاويتين طيب من هنا قدر استنتج إيه يقول لي أيها بها سهلة مساحة المسلس ألف سين صاد على مساحة المسلس ألف جيم به سهلة كده أقول إيه يقول لي أيها افتكرنا بتساوي مربع نسبة التشابه طب نسبة التشابه بكام أيه يقول لنا فاكرها نسبة التشابه بتساوي نص طبعا لسه جايبينها اللي هي النسبة بين طولي متناظرين متناظرين بطلعينها بنص يمثل كاف يبقى نص لكل تربيع بتساوي بتساوي ربع وهو المطلوب إثباته ومسألة رائعة جدا يبقى آخذ بالي من التمرين السابق ده آخذ بالي من إيه يقول لي أيوة يبقى ما جا أقول لك النسبة بين مساحتي مسلسين ما تقوليش على طول إن هي بتساوي مربع النسبة بين طليض المتناظرين إلا إذا أثبتت إيه الله عليكم إلا إذا أثبتت تشابه المسلسين مهم جدا لحبايي تعالوا شوف فكرة بقم ستة بقول لي في الشكل المقابل قالب به جيم ده المتوازي أضلاع طبعا أول ما يقول لي متوازي أضلاع أنا على طول أفتكر إيه يقول لي أيوة أفتكر خواص متوازي الأضلاع نفتكره مع بعض تعالوا نقوله مع بعض قبل ما نكمل التمرين يقول لي كل ظلئين متقابلين ملهم متوازيين ومتساويين رائع جدا كل زويتين متقابلتين ملهم متساويتين في القياس كل زويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع ملهم متكاملتين يعني مجموعة 180 أقولهم بسرعة تانية كل ظلئين متقابلين أيوة متوازيين ومتساويين في الطول كل زويتين متقابلتين متساويتين في القياس كل زويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع ملهم متكاملتين طيب بقول لي إذا كانت ألف هي على هي به ألف هي على هي به يعني هي تنتمي إلى ألف به وتقسم ألف به بنسبة 3 إلى 2 ألف هي على هي به 3 إلى 2 رائع جدا إثبت أن المسلس دال جيم واو المسلس دال جيم واو شايفينه حبيبي يقول لي أيوة المسلس الكبير المظلل ماله يشاب المسلس هي ألف دال يقول لي أيوة المسلس الصغير وحافظ في نفس الوقت على إيه حبيبي أيوة حافظ على ترتيب الرموز مهم جدا ترتيب الرموز مهم جدا طيب يا ترى أدور على إيه ألاقي واحد لما يقول لي أيوة هستخدم خواص متوازل أضلاع بص الكلام الجميل هنا الزاوية جيم لما تصلها بالرمز واحد الزاوية ألف ما علاقة جيم بألف الشطار فين أيوة حبيبي الله عليكم طبعا حبيبي الشطار قالوا الحل وأنا سمعتهم برافو عليكم كل زاويتين متقابلتين متساويتين إذن قياس زاوية جيم تساوي قياس زاوية ألف منين من خواص متوازل أضلاع رائع جدا وحصلنا على أول زاوية طب عايز كمان زاوية بص معي في الشكل وبين الشاطر اللي هيقول وهسمعه طبعا يبقى له كده المسلسين نكتبه مع بعض المسلسين دال جيم واو وهي ألف دال فيه همة قلنا أول زاوية إيه يقول لي أيوة قياس زاوية واحد بتساوي قياس زاوية اتنين يقول لي حط رموز أيوة أو يقول له قياس جيم بتساوي ألف منين من خواص متوازل الأضلاع اللي هي إيه كل زاويتين متقابلتين متساويتين رائع الكلام حلو الكلام عايزين كمان زاوية يقول لي أيوة أنا شايفها زاوية ثلاثة بتساوي زاوية ثلاثة بتساوي زاوية أربعة زاوية ثلاثة بتساوي زاوية أربعة يقول لي أيوة ده العامل عكس حرف زد يبقى ثلاثة بتساوي قياس أربعة بإيه؟ بالتبادل قياس زوية أربعة بتساوي قياس زوية ثلاثة بالتبادل رائع جدا عكس حرف زد هي هي الكلام جبت زويتين خلصت المسألة جبت زويتين خلصت المسألة طالما زويتين من الأول بيساوي زويتين من التالي أيوة المسلسين متشابهين وفكنا لغز المسألة وممتعة جدا جدا الكلام سهل جدا المسلسين متشابهين يقول لي أدور على حالة من التلات فكرني إيه هم تلات حالات يقول لي تساوي زويتين تبقوا إيه تاني تساوي زاوية وتناسب الضلعين تبقوا التالتة تناسب الأضلاع أو تناسب أطوال الأضلاع المتناظرة أنا لقيت زويتين أيوة أستنتج إيه المسلس الأول يشابه المسلس الثاني المسلس دال جيم واو ماله يشابه المسلس هه ألف دال وينتج أن مساحة الأول دال جيم واو على مساحة الثاني اللي هو هه ألف دال ساوي مربع النسبة بين طولي ضلعين متناظرين مربع النسبة بين طولي ضلعين متناظرين تعال اختار معايا اختار معايا ضلعين متناظرين يقول لي أيوة هقول دال جيم على هيه ألف هقول دال جيم على هيه ألف أو جيم واو على ألف دال أو دال واو على هيه دال فبيطار أختار مين أقول له أيوة أنا أختار ده الجيم على هيه ألف هنا الكل تربيع يقول ليش معنى أقول له عشان النسبة عندي معلومة بص معيها الرسمة ده الجيم على هيه ألف ده الجيم على هيه ألف يقول لي الله كما ده الجيم مش معلوم نسبتها أقول له تعالى ما احنا قلنا من خواص متوازل الله كل ضلعين متقابلين ما لهم متساويين يبقى طول ده الجيم بيساوي طول ألف به طيب حد يبص على الناس ويرد علي أنا بقولك هنا ألف هيه إلهيه به كنسبة كم لكام يقول لي تلاتة لاتنين طيب حد يقدر يقول لي نسبة ألف به كم الله عليكم نسبة ألف به بخمسة ليه إيه مجموع النسبتين طبعا حلو الكلام سهل الكلام أنا بقولك كده هيه تقسم ألف به بنسبة ثلاثة إلى اتنين أنا عايز أعرف نسبة ألف به كلها بكام يقول لي نسبتها بمجموع النسب يبقى نسبتها بخمسة الله طيب أنا قلت لك إن جيم دال ماله جيم دال بيساوي به ألف يبقى نسبة جيم دال بكام يبقى نسبة جيم دال بخمسة طيب أنت عايز إيه يقول لي أنا عايز أعرف هنا دال جيم على هيه ألف أقول له أيوة دال جيم دال جيم هيه نسبتها بكام يقول لي خمسة على هيه ألف نسبتها بكام هيه ألف نسبتها بثلاثة يبقى خمسة على ثلاثة الكل تربيع يعني بتساوي خمسة وعشرين على تسعة وهو المطلوب إثباته ومسألة رائعة جدا 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 تعالوا مع بعض نخش النهار ده بقى على تطبيقات التشابه في الدائرة تطبيقات التشابه في الدائرة والله أنا عندي تبرين مصهور مهم جدا وكل الأسئلة اللي بيكلم فيها ان شاء الله امتحانات بإذن الله في تطبيقات التشابه في الدائرة عندي تمرين مصهور والنتيجة التمرين المصهور بيقول لي إيه بيقول لي إذا تقاطع وطران داخل الدائرة قلب به وجيم دال وطران متخاطعان من الداخل أو داخل الدائرة متخاطعان في نقطة هيه يقول لي طيب أقدر جدا أو سهل علي جدا أنا بقول لي حبايب الشطار هيلعبوها في البيت بقى كلا هم معاديين أقدر أثبت إن المسلس ألف هه دال يشابه المسلس جيم هه به أو طبعا أنا سمع الشطار أثبتوها يقول لي أيوة قياد زاوية ألف تساوي قياد زاوية جيم محيطيتين مستركتين في نفس القوس تمام طب وقياس زاوية ألف هه دال بتساوي قياس زاوية جيم هه به بتقابل بالرأس زاوية أم الأول يساوي زاوية أم التاني أيوة المسلسين متشابهين وقت بالتناسب ومن التناسب يا انتو خد بالك من الكلام حاصل ضرب جزئي الوطر الأول هه ألف في هه به ماله يساوي حاصل ضرب جزئي الوطر التاني هه جيم في هه دال نتيجة مهمة جدا تمرين مصهور مهم جدا إذا تقاطع وطرين داخل الدائرة أستنتج إيه حاصل ضرب جزئي الوطر الأول يساوي حاصل ضرب جزئي الوطر التاني كلام رائع جدا وسهل جدا طيب يا ترى لو أنا مديت عملت شعاعين بيحملوا وطرين في الدائرة وتقاطع الشعاعين خارج الدائرة أستنتج إيه أقوله نفس الاستنتاج تعال معايا ألف به وجيم دال وطران في الدائرة أيوة عندي شعاعين بيحملوا الوطرين ويتقاطعوا خارج الدائرة في نقطة هه يقول له أيوة افتكر افتكر الجزء الصغير هه به في الجزء الكبير هه به فيه ألف يسوي الصغير في الكبير ههدال فيه ههجيم هو نفس الكلام هو نفس الكلام يبقى سواء تقاطع الوطرين داخل الدائرة أو امتدادهم تقاطع خارج الدائرة افتكر بقى في التقاطع من داخل الدائرة إيه اللي حصل حاصل ضرب جزئي الوطر الأول ماله يسوي حاصل ضرب جزئي الوطر التالي سهل الكلام حلو الكلام طيب إذا تقاطعوا خارج الدايرة يقول لي أيوة فتكر الجزء الصغير في الكبير كله يساوي الجزء الصغير في الكبير كله كده قلصنا التبريل مشهور رقم واحد طيب تعالوا ناخد مسألة عشان نطبع الكلام ده أشوف كده بقولك في كل من الأشكال التالية أوجد قيمة سين إيه المعطى اللي عندي يقول لي أيوة عندي وطرين متقاطعين داخل الدايرة أيوة سهلة لسه واخدينها يقول لي أيوة حاصل ضرب جزء أي الوطر الأول يساوي حاصل ضرب جزء أي الوطر الثاني تفين جزء أي الوطر الأول سين زائد واحد وسين نقص واحد تفين جزء أي الوطر التالي يقول لي ثلاثة وثمانية الشطال يملوني أيوة حاصل ضرب جزء أي الوطر الأول سين زائد واحد فيه سين نقص واحد ماله بيساوي حاصل ضرب جزئي الوطر التاني يعني ثلاثة في تمانية باربعة وعشرين بقت معادلة من الدرجة التانية في سين أحد لها نحصل على قيمة سين واحد لما يقول لي الله ده دول القصين زي بعض ومختلفين في إشارة الوسط يقول لي يعني فرق بين مربعين مربع الأول سين تربيع نقص مربع التاني واحد بتساوي اربعة وعشرين سين تربيع بتساوي ودي الناحية التانية اربعة وعشرين زائد واحد خمسة وعشرين أقدر أجيب السين يقول لي سهلة يبقى السين بتساوي خد الجزر التربيعي يبقى السين بتساوي خمسة سنتين يقول لي الله إما أنت موتش موجب وسالب ليه أقول له الأطفال دائما كمية وجابة سهل الكلام رائع الكلام أنا أمديك وطرين متقطعين داخل الدائرة أيوة يقول لي افتكرت التبرين المسهور حاصل ضرب جزئي الوطر الأول ماله يساوي حاصل ضرب جزئي الوطر التاني تب جزئي الوطر الأول عبارة عن إيه يقول لي عبارة عن سين زائد واحد وسين ناقص واحد اضرابهم في بعض يقول لي فرق بالمربعين سين تربيع ناقص واحد مربع الأول ناقص مربع التاني تب حاصل ضرب جزئي الوطر التاني يقول لي أيوة ثلاثة وثمانية اضرابهم أربعة وعشرين سين تربيع ناقص واحد بـ 24 يبقى سين تربيه يقول لي أيوة ودي السالب واحد الناحية الثانية موجب واحد و 24 25 خذ الجزر التربيه يبقى سين بتسوي موجب خمسة وهو المطلوب تعالوا تشوف تمرين لبعض أنا عندي أيوة عندي شوائين بيحملوا وطرين أيوة ومتقاطع خارج الدائرة في نقطة ألف حد يملييني أيوة يقول لي أيوة الجزء الصغير في الكبير يعني أربعة في أربعة في الجزء الكبير ألف جيم عبارة عن إيه أيوة الناس الشطار يقول لي عبارة عن أربعة زائد سين رأى جدا بيسوي إيه يقول لي حاصل ضرب جزء السعاع الآخر يقول لي أيوة عبارة عن ألف دال في ألف جيم افتكر صغير في كبير بيسوي صغير في كبير يعني بيسوي إيه خمسة في المجبوعة أقول له ألف جيم بك ألف هي بكام يقول لي أيوة ألف هي هجمع خمسة زائد سبعة بتسوي إيه حبايب الشطار الناس بيغلطوا وقول لي خمسة في سبعة خد بالك من الكلام يبقى الصغير في الكبير يسوي الصغير في الكبير أربعة فاربعة زائد سين بتساوي خمسة فيه خمسة زائد سبعة يعني بإتناشر اقسم الطرفين على أربعة يديني تلاتة يعني أربعة زائد سين بتساوي خمسة بتلاتة خمستاشر نقدر نحصل على قيمة سين يقول لي أيوة الأربعة مجبوعة تروح ناحية تانية بإشارة مخالفة خمستاشر ناقس أربعة يعني أحداشر حصلنا على قيمة سين بأحداشر سنطي سهل الكلام رائع الكلام كده خدنا فطبيق على التمرين المشهور تعالوا مع بعض ناقل نتيجة عشان كده تكون اكتملت معانا تطبيقات التشابع على الدائرة النتيجة تقول ليه لو عندي الشعاع مينجيم شعاع ممس للدائرة يمس الدائرة في نقطة جيم والشعاع مين به يحمل وطر في الدائرة يقول لي أيوة قالت به وطر في الدائرة يبقى عندي شعاعين شعاع بيحمل ايه بيمس الدائرة شعاع يمس الدائرة وشعاع يحمل وطر في الدائرة استنتج ايه يقول لي أيوة مربع القطعة المماثة يعني مين جيم الكل تربيع يساوي الجزء الصغير في الجزء الكبير يقول لي خلاص علفتها لعبة يبقى الصغير في الكبير هو هو الكلام لو قلتلك شعاع يحمل وطر يبقى الصغير في الكبير شعاع يحمل وطر أيوة يبقى الصغير في الكبير شعاع يحمل مماثة يبقى مربع القطعة المماثة يبقى ميم جيم تربيع بتساوي صغير في كبير يعني ميم ألف في ميم به تعالوا مع بعضنا نشوف التمرين بقولك في الشكل المقابل أوجد قيمة سين يقول لي أيوة أنا عندي ميم جيم قطعة ممسة للدائرة وميم ألف يحمل وطر في الدائرة أيوة سمعني الكلام يقول لي أيوة يبقى ميم جيم لكل تربيع يعني عشرة تربيع ملها ليه مية يعني بتساوي إيه يقول لي بتساوي صغير في كبير يعني ميم به في ميم ألف طب ميم به بكام ميم به بسين طيب ميم ألف بكام يقول لي ميم ألف كلها أيوة بخمستاشر زائد سين أو سين زائد خمستاشر يبقى طبقنا إيه طبقنا النتيجة عندك إيه عندك قطعة ممسة للدائرة وشعاع يحمل وطر في الدائرة مربع القطعة الممسة بتساوي الجزء الصغير في الجزء الكبير أيوة يعني عشرة تربيع بتساوي ميم به في ميم ألف ميم به بكام بسين ميم ألف بكله بكام يقول لي أيوة بسين زائد خمستاشر الناس بيغلطوا ويكتبوا خمستاشر بس خد بالك من الكلام يقول لي سهل الكلام تعالي ناخد المعادلة بتاعتله من الدرجة التانية والحلها يعني سين فيه سين زائد خمستاشر بتساوي مية اللي هي عشرة تربيع بمية بقت معادلة من الدرجة التانية تعالي حلها مع بعض يقول لي أيوة هنا هنفك يبقى سين تربيع يبقى سين تربيع زائد خمستاشر سين ناقص مية هنخلش بإشارة مخلفة ناقص مية بتساوي صفر تعالي نحلل المقدار السلاشي يقول لي سهلة سين تربيع عبارة عن إيه يقول لي عبارة عن سين في سين طاب والمية الإشارة هنا هي الأول يقول لي سالبة يعني الإشارتين مختلفتين كام في كام بمية والفرق بينهم خمستاشر يقول لي سهلة 20 في 5 كان في كان بمية والفرق بينهم 15 يقول لي 20 في 5 وكبير ياخد ايه اشارة الاوسط 20 عند الموجب وال5 عند السالب حاصل ضرب قسين بيساوي 0 اما الاول بصف ايوة ومنها 20 بتساوي 5 او التالي بتساوي 0 ومنها 20 بتساوي سالب 20 مفيش طول بالسالب يبقى مالا حبيبي مرفوضة يبقى 20 بتساوي 5 وهو المطلوب اسباته ومسألة رائعة جدا يبقى كده حبيبي خلصنا تطبيقات التشابه في الدائرة طيب يا طرى احنا قلنا كده تقاطع وطرين داخل الدائرة او شعاعين بيحملوا الوطرين وتقاطعوا خارج الدائرة استنتجنا الاستنتاج جميل جدا طيب هل ممكن يجيب لي عكس كلام ده اقول له ايوة يعني ايه الكلام ده اقول له كده يعني انا هديك كده هرسم هرسم معاك كده شكل رباعي هرسم معاك شكل رباعي كده وقول لك اثبت اثبت ان هذا الشكل الف بيه جيم دال واروح مديك كده واروح مديك كده واروح مديك كده اثبت اثبت ان هذا الشكل رباعي دائري اثبت ان هه جيم حاصل ضرب جزئي الوطر الاول ما هو معلومين عندي بالاطوال واجيب هه جيم فيه اجيب هه الف اجيب واجيب هه به فيه هه دال اجيب حاصل ضرب جزئي الوطر التاني هيتطعب يساوي بعض ايوة استنتج ان الشكل رباعي دائري يعني استنتج ان فيه ايه ان فيه دائرة تمر برؤوس الشكل الرباعي حلو الكلام سهل الكلام يبقى عملت عكس التمرين المشهور اقول لك اثبت ان الشكل رباعي دائري يقول لك اجيب حاصل ضرب جزئي الوطر الاول وحاصل ضرب جزئي الوطر التاني طلعوا وتسويين أيوة يبقى أن قاتل أربعة بيقعوا على دايرة واحدة يعني إيه يعني الشكل اللي قدامنا رباعي دائري كلام رائع جدا وسهل جدا طيب تعالوا نشوف مع بعض التمرين أقول لك كده على عكس التمرين المشهور أقول لك كده في كل من الأشكال التالية اثبت أن النقط ألف وبي وجيم ودال ها تقع على دايرة واحدة يعني عايز أثبت أن الشكل ماله رباعي دائري يقول لك أيوة هجيب حاصل ضرب جزئي الوطر الأول سبعة في ستة أقول له ألف ها في ألف ها في ها جيم بتساوي سبعة في ستة باتين واربعين باتين واربعين أجيب حاصل ضرب جزئي الوطر التالي به ها في ها دال بتساوي خمسة في خمسة واربعة من عشرة أيضا بتساوي تمانية واربعة من عشرة أيضا بتساوي اتين واربعين من واحد واثنين ينتج أن ألف ها في ها جيم بتساوي به ها في ها دال إذن الشكل ألف ها جيم دال رباعي دائري حلو الكلام نفس القصة هقول له برضو هنا صغير في كبير هقول له ها ألف في ها به بتساوي وجيب برضو نفس القصة ها دال في ها جيم بتساوي الأولانية يقول له أربعة بكام خد بالك أربعة في ها به كلها بكام خد بالك بعشرة يدين أربعين ها دال بكام يقول له خمسة في ها جيم كلها خمسة زائد تلتة بكام تمانية بتساوي كام أربعين إذن الأيمن يساوي الأيمن إذن الشكل أيضا قالت به جيم دال رباعي دائري كلام رائع جدا تعالوا مع بعض لنشوف التمرين اللي بعد يقول لي نفس الكلام برضو في النتيجة نفس الكلام في النتيجة حبيبي يقول لي اه احنا خدنا لو عندي قطعة ممسة وعندي شعاء يحمل وطر أيوة مربع القطعة الممسة بتساوي الصغير في الكبير نفس القصة هنا بقول لك اثبت أن به جيم ماله قطعة ممسة للدائرة المرة بالنقاط ألف وبه ودال تخيل تخيل ان في دائرة بتمر بالنقاط ألف وبه ودال تخيل ان في دائرة تمر بالنقاط ألف وبه ودال يبقى دا ايه ها عايزي النسبة ان به جيم ممسة للدائرة يقول لي خلاص هجيب به جيم تربيع لوحده به جيم تربيع لوحده بتساوي كام بهجيم بتلاتة تربيع بتساوي تسعة دي رقم واحد طيب واجيب بعد كده ايه يقول لي ايوه ده كده هو وده اللي هو يحمل وطر في الدايرة اجيب ايه يقول لي جيم دال في جيم الف قولنا صغير في كبير اقول له جيم دال في جيم الف بتساوي كام تعالوا نشوفها مع بعض يقول لي جيم دال بكام بواحد وثمانية من عقل طيب جيم الف كلها بكام مش معلومة انا سامع واحد لماح بيقول لي الله ده انا عندي المساويس الف به جيم قائم في به وطولة ضلعي القيمة تلاتة سنتي واربعة سنتي اقدر اجيب طول الوطر يقول لي سهلة انا سامع الشطار حبيبي قالولي ايوه نجيبها منين من فسغرس اربع ايوه تسعة اربع ستاشر اجمع خمسة وعشرين هات الجزء ايوه خمسة سنتي حلو الكلام رائع الكلام يقول لي اقدر اجيب بمالف ايوه جيبتها منين من فسغرس عندك وسلس قائم وعندك ايه وعندك دالعي القايمة اقدر اجيب الوطر ايوه طلع بكم بخمسة اضرب خمسة في واحد وثمانية من عشرة يديني تسعة يبديل رقم اتنين ايوه من واحد واثنين ينتج ايه ينتج ان الايمن ان الايسر بيسوي الايسر ايوه ينتج ان الايمن بيسوي الايمن به جيم الكل تربيع تساوي جيم دال فيه جيم الف ايوه ينتج ايه ان به جيم قطعة مماثة للدائرة عنده نقطة جيم كلام عنده نقطة به وكلام رائع جدا يبقى كده استخدمت عكس النتيجة وعكس التمرين المصهور قلتلك اثبت ان القطعة به جيم قطعة مماثة للدائرة يقول لي اجيب مربع طول به جيم كان بكام كان بتلاتة ربعته تسعة وجيب حاصل ضرب جزئي الصغير في الكبير واحد وتمانية من عشرة في خمسة طلع ايضا بتسعة اذا به جيم قطعة مماثة للدائرة حسب عكس الايه عكس النتيجة تعالوا مع بعض يا حقيبي طلعا خلصت جزء التشابه تعالوا ناخد تمرين على التطبيقات بقول لي في الشكل المقابل اوجد قيمة سين زائد صاد كلام رائع جدا الشكل المقابل الله ده انا عندي شعاعين بيحملوا وطنين في الدائرة الله ده ايه ده يقول لي ايوه التمرين المشهور الله ده ما انا عندي برضو قطعة مأسة للدائرة يبقى النتيجة يبقى بيلعب في ايه يبقى بيلعب في تمرين ضم في ايه ضم في النتيجة مع التمرين المشهور حلو الكلام يبقى انا عايز كمتين عايز مرة اوجة سين ومرة اوجة صاد طيب ايه رأيك تعالوا نشوف كلا هنا شعاعين بيحملوا وطرين في الدايرة حد يماليني اقول له كلا اربعة في الصغير في الكبير ايوة سمعك يبقى عبارة اربعة فاربعة زائد سين ايوة بيساوي ايه يقول له الصغير في الكبير يعني بتساوي خمسة فيه كم خمستاشر انا سمع حدي بقول لي خمستاشر حاسب يقول لي ايوة الصغير في الكبير كله الكبير كله كم خمسة وخمستاشر عشرين حبيبي اي رقم هاغلط فيه خد بالك من الكلام اي رقم هاغلط فيه خد بالك من الكلام يبقى دلوقتي قولنا ايه اربعة فاربعة زائد سين بتساوي خمسة في عشرين اقسم على الاربعة يبقى خمسة يبقى اربعة زائد سين بتساوي خمسة في خمسة وعشرين خمسة في خمسة خمسة وعشرين يبقى سين بتساوي كام خمسة وعشرين نقصة اربعة واحد وعشرين سنتي عايزة جيب الصاد عايزة جيب الصاد ايوة اشتغل معه ها المماث مربع المماث بيساوي ايه يقول لي الصغير في الكبير 5 في 20 بكم بمية يعني صد تربيع بمية ايوة خد الجزر التربيعي محدش يقول لي سالب يبقى صد بتساوي 10 سنطي جبت السين ايوة جبت السين والصد ايوة السين بـ 21 والصد بـ 10 هو عايد سين زائد صد اجمع يبقى سين زائد صد بتساوي 31 سنطي وهو الاختيار الاخير ومسألة رائعة جدا 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 حبيبي النهاردة ختمنا موضوع التشابه له اول جزء في الهندسة وكده واقفين على التوازي التوازي في المسلسات والتناسب بإذن الله ان شاء الله نتناول الكلام ده في الحلقات القادمة ان شاء الله في نهاية الحلقة يا حبيبي اتقدم لكم بالشكر انا وكل زملائي وفريق العمل بالبرنامج وامنياتنا لكم بالنجاح والتفوق دائما مع برنامج سر التفوق وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته